جدل على الساحة السياسية السودانية بعد توقيع رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عبدالله حمدوك اتفاقا مع زعيمي حركتين مسلحتين يؤسس لعلمانية الدولة ولحق تقرير المصير فهل يكون ذلك الاتفاق خطوة نحو إنهاء الحرب وإعادة إحياء المرحلة الانتقالية أنا مكهلال أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع وضد قبل أيام قليلة من مؤتمر تقدم في أدس أبابا وقع حمدوك اتفاقين في العاصمة الكينية نيروبي مع كل من رئيس حركة تحرير السودان في دارفور عبدالواحد محمد نور ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبدالعزيز الحلو بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو الاتفاقان اللذاني تضمن بنودا تتعلق بعلمانية الدولة والحق المشروط في تقرير المصير أثار جدلا حتى داخل تنسيقية تقدم نفسها والتي رأت بعض مكوناتها أن مكان بحث هذه القضايا الخلافية هو المؤتمر القومي الدستوري فهل يؤسس إعلان نيروبي قاعدة أوسع قادرة على إنهاء الحرب وإعادة مسار الانتقال الديمقراطي أم يزيد من تشردم القوى المدنية وكيف يؤثر توقيع مثاق القاهرة الوطني على قدرة تقدم على تمثيل التيار المدني وما شكل المسار الانتقالي القادر على استيعاب المتغيرات بعد عام من الحرب وخمس سنوات من عزل البشير نبدأ أولا بالترحيب بضيفينا من لندن نرحب الأستاذ عمار حمودة ونعرف بضيفنا في أسر قليلة هو قيادي في التجمع الاتحادي كذلك ناطق رسمي باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في الخارج وهو عدا عن ذلك عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية أهلا وسهلا بك أستاذ حمودة إلى معا وضد في الجاة المقابلة نرحب من القاهرة بضيفنا الثاني يا دكتور خالد التجاني النور ونعرف به في أسطر قليلة كذلك وكاتب ومحلل سياسي متخصص في شؤون السودان والقرن الافريقي كذلك ناشر ورئيس تحرير جريدة إلاف السودانية وصدرت له كتب عديدة عن السودان أهلا وسهلا بك دكتور نور إلى معا وضد قبل أن نستهل نقاش مع ضيفينا نتوقف كالعدم الساراض موجز لأبرز البنود الواردة في الاتفاقين الذين وقعهما عبدالله حمدوك مع رئيس حركة تحرير السودان في درفور عبدالواحد محمد نور ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبدالعزيز الحلو ترجمة نانسي قنقر أستاذ عمار حمود أبدأ معك ترحى الأسئلة تحفظات داخل تقدم حول تضمين الاتفاق أو تضمنه قضايا حق تقرير المصير والعلمانية كيف استقبلتم في التجمع الاتحادي تحركات حمدوك الأخيرة وهل تشاركون حزب الأمة موقفه المتحفظ من هذا الاتفاق مرحب بك وبيضيفك وبيجمهورك تحيل الشعب السودان الصابر في النزوح واللجوء وفي أماكن الحرب ورحم الله موتانا من مدنيين وعسكريين في هذه الحرب التي نتمنى أن تتوقف فورا توقيع عبدالله حمدوك على اتفاقين أحدهما بصفته رئيس التنسيقية التقدم والآخر بصفته الشخصية السابقة لا أريد أن أتحدث عن موقعه بصفته الشخصية ولكن حينما وقع بصفته رئيس التنسيقية كان يجب أن يتم تشاور في مثل هذه الأمور قبل المضيء في التنسيق وكذلك تناول القضايا نفسها نعم لدينا تحفظات برغم أننا في المجمل مع المزيد من التكتلات والمزيد من الإجماع المدني ولكن شكليا هذه الطريقة الطريقة المنفردة في اتخاذ مثل هذه الأمور تعطل العمل الجماعي تفقد العمل المدني أهم مميزاته وهو التشاور والإجماع وتبادل الآراء والخروج برأي متفق عليه فحينما يوقع شخص مثل عبدالله حمدوك بصفته رئيس التنسيقية معنى ذلك أن هذا الأمر قد تم التشاور فيه داخل التنسيقية وهذا ما لم يحدث للأسف ولذلك نحن في قمة الشفافية أن نقول بأن مثل هذه الأمور يجب أن لا تأخذ هكذا هناك قضايا كبرى مثل الذي تطرغ إليها الاتفاق يجب أن تكون إما عبر مناقشة مهام دستورية لتأسيس دستوري أو أنها من مهام جهات منتخبة أي لها حق في التشريع بصورة أصيلة في وضعنا الحالي نحن الآن نعمل على وقف حرب أي أمر طاري وتأسيس لوضع دستوري مطلوب ولكن ليس من المفضلة والمحبث أن نقفض على هذه الأمور وندعي بأننا قد اتفقنا على مثل هذا الشيء وبالتالي هذا الشيء يكون فوقي ولا يعبر عن القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي هي جوهر الاتفاقيات تكتسب الاتفاقيات أهميتها من أنها تستند إلى جمهور وقاعدة أشكرك على الاختصار نمضي لدكتور أتيجاني النور ولذلك نحن في التجمع الاتحادي أصدرنا بيان في ذلك جيد دكتور أتيجاني النور ملاحظاتكم حول هذا التوقيع هل الخلاف حول اتفاق نيروبي يخص ما ورد فيه بشان حق تقرير المصير والعلمانية أم حول صفة حمدوك وتقدم لتوقيع اتفاق نيروبي شكل الدولة السودانية المقبلة أهلا مرحبا أستاذ مكي وأهلا مرحبا أستاذ عمار بمشاهدك الكرام في تقدير القضية هي لا تتعلق فقط بالصفة أو حتى مضمون هذا الاتفاق ولكن تتعلق بالمنهجية التي يتم بها تناول القضايا السودانية المصيرية نعرف أن السودان كان يؤمن له أن يكون سلة غزاء العالم فتحول إلى سلة اتفاقات العالم مثل هذه الاتفاقات في تاريخ السياسي السوداني القريب كثيرة جدا وقالبها ينتهي مفعولها بالتوقيع عليها وبالتالي القضية الأساسية هنا لا يمكن إعادة تكرار نفس الطريقة التي أدت إلى إستدابة الأزمة السودانية مثل هذا الاتفاق بهذه الطريقة الذي تم غفز قفزا على المعطيات الموضوعية لمقاربة الأزمة السودانية وبالتالي يجو إلى التوقيع على اتفاق بين الطرفين فقط على قضايا مصيرية تحدث المستقبل السياسي للسودان بالتأكيد هذا هو اختطاف واضح جدا لما يجب أن يقوم به الشعب السوداني الشعب السوداني هو وحده الذي يقرر مصيره السياسي والذي يقرر مستقبله السياسي ولا يمكن من المستقرب أن يكون لسيد حمدوق وهو رئيس تنسيقية مدنية أن يوقع اتفاقا مع حركات مسلحة في نفس الوقت هي تريد أن تفرط شروطها على شكل هذا المستقبل السياسي للسودان هي تتحدث عن ما تم الاتفاق عليه سواء كيف يتعلق مع المانية الدولة أو نظام العقب أو غير هذه قضايا غير قابلة للنقاش بمعنى حتى هذا المؤتمر الدستور يجب أن يفترض أن تناغذ في هذه القضايا حسب هذا الاتفاق يدعى له فقط من يوافقونه على طرحه وبالتالي لا معنى لأي حوار لاحق لذلك فبالتقدير أختار أن هذا خفأ واضح جدا بالإضافة إلى التناقض في هذا التوقيع بين صفة رئيس الوزراء التي كانت يرفضها من قبل الحركة التحرير للسودان عندما ألتقى بسيد حمدوك في باريس في الفرس عشر أو مع الحركة الشعبية برئاسة الحلو مع الإشارة أيضا إلى أن الحلو موفق على اتفاق مماسع مع البرهان قبل سنتين ثلاثة وأيضا اتفاقا آخر مع الدكتور حمدوك وبالتالي توقيع الاتفاقات في السياسة السودانية لحقيقة لا يعني الكثير مع الإشارة إلا أن سبتت جدواه السياسية محدودة واضح قبل أن نتقدم في نقاش ضيفين الكريمين مشاهدي العزاء نتوقف مع بعض الخلفيات والمحطات في تاريخ حركة تحرير السودان في دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ثم نواصل نقاشنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الجدل الذي يحاط بيدي العملية سواء استخدام صفة رئيس وزراء سابق برأيك أو تضمين بنود أو خاصة بند العلمانية هذا طيب تعليقا أنا أود الإبتعاد عن التعليق عن ما وقعه حمدوق بصفته الشخصية لا معنى لذلك في العلاقات السياسية بين التنظيمات لكن من حيث جوهر أن تقدم هي فاصيل مدني يحتاج إلى أكبر إجماع ممكن في رؤيته لإخراج البلاد من حالة الحرب كل الذين يأتون إلى هذه المحطة مرحب بهم مسألة أن تقف الحرب وجهودها حتما تشمل جهات عسكرية تشمل جهات سياسية تشمل منظمات بجتمع مدني تشمل كل الناس على اختلاف تنظيماتها أو حتى الذين هم بدون تنظيمات ولذلك أكبر حجد يمكن أن يكون لترجيح كفة العمل السلمي ووقف الحرب والدفع نحو الحلول التفاوضية والوصول إلى إسكاة البنادق هو حتما هذا من صميم عمل السياسيين والذين يسعون إلى واقع سياسي يجعلهم يعملون بصورة أفضل ولذلك منظمات المجتمع المدني غيرها من الأحزاب السياسية وغيرهم من ممثلي تقدم أو الذين يريدون أجواء صحية لممارسة عمل السياسي لا بد أن يوقفوا الحرب ولا بد أن يسعوا إلى إيقاف الحرب وليس التكتل مع فصيل منها أو إزكا نارها ولذلك نرحب في تقدم وفي قوة الحرية والتغيير بكل الذين ينخرطون في هذا الجانب من إسكاة صوت البنادق إليك مجددا دكتور خالد يرى البعض اتفاق المثاق الوطني الذي وقع في القاهرة ويحسب أنه تكتل داعم للجيش هو اتفاق لخلق حاضنة شعبية للجيش بعد تصعيد ضد تقدم وقطع الطريقة أمام وساطتها كيف ترى مثل هذا الترح أولا؟ وهل تستطيع مجموعة المثاق أن تحضب القبول الدولي الذي تتمتع به تقدم مثلا؟ أكون لك قضيتين في هذه المزألة المزألة الأولى أنه من أي حي حق أي مجموعة سياسية في السودان أن تتمنى ما ترى من رؤى أو أفكار ولكن أي طرف في غياب تفوط شعبي واضح لا يستطيع الزعم أنه يمثل الشعب السوداني وبالتالي سواء كان من وقع على المساق القاهرة أو تنسيقية الغوى المدنية يعني كل طرف يطرح رؤاه وبالتالي هو تعبر عن الموقعين على هذا الاتفاق ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يعبر عن شعب السوداني لأنه لا يمكن أن يكون هناك تمسيل للشعب السوداني بدون تفوط وبالتالي من حق الأطراف أن تطرح ما ترى وبالتالي في تقديري يعني هو يمثل مجموعة من الغوات السياسية الذي هو وجهة نظر معينة فيما يتعلق بالحرب هي بالتأكيد داعم الغوات المسلحة في هذا النزاح هذا الحرب أما بالنسبة للمجتمع الدولي لا يجب للمجتمع الدولي أن يكون منحازا إذا أراد أن يكون يعني وسيطا نزيها في هذه الحرب يجب أن يرى المشهد السوداني بكامل مكوناته وبالتالي يجب أن يدعام المعاها على هذا النحو ولكن واحدة من الإشكالات التي أدت إلى تعقيد الأزمات في السودان هي التدخل الخارجي الذي يحاول أن يصطف أو يكون جزء من الاستفافات وبالتالي يزيد من تعقيدات الأوضاع في السودان يعني مثلا الآن رأينا الرئيس الوزراء الرئيس الكيني ويليام روتو في هذا التوقيع ما الذي يعني يجعل كينيا تكون طرف في هذه الأطراف السودانية من حقها أن تتفق كما تشاه في قضية تعلق بالسودان ولكن هل تسبح كينيا لأطرف السوداني مثلا يدخل ثم أن يكون طرفا بين المعارضة الكينية مثلا الحكوم أعتقد هذا هو واحدة إشكال واضحة جدا وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكون على مسافة واحدة من أطرافها المختلفة القضية الأساسية هي كيف يمكن أن يسمح للشعب السوداني بأن يعبر عن رأيه في تغرير مصيره ومستقبله السياسي لا يجب أن يحتكر هذا الأمر للطبقة السياسية ولا للنخبة العسكرية بأي صورة من الصور أن تغرر بالنيابة واحدة من إشكالات تاريخ السودان السياسي أن النخبة ظلت على مدان منذ مؤتمر الخريجين في عام 1938 هي التي تغرر بالنيابة عن الشعب السوداني وبالتالي ما لم يكن الشعب السوداني هو صاحب الكلمة الأخيرة لن يكون هناك أي استدامة لأي عملية سلاب أو عملية لمستقبل سياسي أو دموغراطي أو مدن في السودان واضح أعود إليك أستاذ عمار حمود هناك حديث عن أن توقيع حمدوك مع الحلو ونور هو محاولة لرأب الصدع داخل تقدم بسبب الخلافات بين مجموعة التكنقرات وقيادات أحزاب الحرية والتغيير وحتى المخاوف من انشقاقات أو انضمام إلى مجموعة مثاق القاهرة الوطني كيف تستقبل وكيف تقيم مثل هذا التفسير طيب هناك أكثر من زاوية في هذا الأمر بداية يعني الخلافات داخل تقدم هي خلافات عادية وخلافات مرة تقدم بأكبر منها وتجاوزتها باعتبار أن هؤلاء مدنيين يختلفون في وجهات نظرهم في تقديراتهم السياسية هذا أمر طبيعي كذلك الحرية والتغيير فيها أجسام غير سياسية كذلك الأجسام السياسية هي أجسام سياسية صريحة تتحدث عن أنها أجسام سياسية فمسألة الخلاف ما بين التكنقرات والسياسيين هذه لا يكون لها مجال في عمل مشترك إلا فيما يتعلق بطبيعة تخصص كل جهة هل هذه قضايا سياسية أم هل هي قضايا ليست سياسية ولذلك هناك الكثير جدا من الالتباس في التمثيل السياسي نحن نرى في القوى السياسية أن التمثيل السياسي تحوز عليه عندما تنزل في انتخابات وتحوز على أصوات المواطنين وهذا هو التفويض الانتخابي السياسي هناك مثلا منظمات مجتمع مدني ليس مجال عملها أن تكون في انتخابات أو أنها تعمل بذلك الآلية أو الطريقة لكن الجهتين الجهات السياسية والجهات غير السياسية التي سميتها تكنقرات تسعى الآن لإيجاد ملعب يمكن أن تمارس فيه حياتها السياسية والمدنية وغيرها من أنواع النشاطات تعليقا على حديث دكتور خالد في أنه السياسي يقرر بالنيابة هو اسم نائب برلماني فبالتالي هو يقرر هذه حقيقة هذا إن جاءت وفق انتخابات حرة ونزيهة ما الذي يعيب في مثل هذا الأمر الذي يعيب أن هناك جهات تعتقد أن هناك أمور يجب أن تناقش بطريقة تتجاوز التفويض الانتخابي أو أنها تأتي من أماكن غير سياسية أكاديمية كانت أو تخطيط علمي أو ما شابه ذلك ولكن جوهر الديمقراطية أن هذا النائب هو الذي ينوب عن هؤلاء الذين وثغوا فيه وعطوه أصواتهم ليتحدث باسمهم ويتحدث برؤاهم ولذلك ليس من المستغرب أن يكون البرلمان هو مكان التشريع والتشريع الذي بمجيبه تنتج القوانين التي يجب أن يتبعها القاضي بالتمثيل هذا لا خلافة حوله الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ الغنو لا 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 أتعلق الأمر بالسلطة التشريعية هو تحدث بشكل عام عن أنه خب التي لم يفوضها أحد ربما وليست منتخبة وتوقع باسم الشعب ولا تملك تفويضا انتخابيا لا هي ما وقعت باسم الشعب حاليا وقعت باسمها وهذا حق مشروع مسألة محاولة إبعاد الغوة السياسية عن تناول الشأن العام هذا في حد نفسه مضر بالعملية السياسية وبالبيئة السياسية التي نريدها نريد للناس أن يكونوا أحزاب إن لم ترغلهم هذه الأحزاب الموجودة وأنماط سلوك وغيرها هناك جهات لا تريد أن تكون أحزابا ولكنها تريد أن تقوم لكنها لن تصل إلى مرحلة أن تمنع السياسيين من ممارسة وصلت فكرتك أستاذ حبودك لابد أن نتوقف هنا لدينا فاصل قصير ضيفين الكريمين مشاهدي العزاء نذهب للفاصل ثم نعود لنناقش عثارات واجهة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان أهلا بكم من جديد بعد شهور من الاحتجاجات تمكن السودانيون من إزاحة الرئيس عمر البشير من حكم البلاد ليبدأوا مسار الانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب المؤتمر الوطني بعد جهود وضغوط تم التوافق على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والتي وقعتها قواء إعلان الحرية والتغيير مع العسكريين في أغسطس 2019 الوثيقة اعتمدت شراكة المكونين وسيلة لإدارة تلك المرحلة التي كان من المفترض أن يتم خلالها الانتهاء من آليات وضع دستور دائم والأجسام التشريعية اللازمة لمرحلة ما بعد الانتقال هذا الاتفاق تم توسيع وتمديد مدته الزمنية عبر اتفاق السلام السوداني والمعروب اتفاق جوبا في أكتوبر من العام التالي 2020 والذي شمل عددا من الحركات المسلحة وتضمن مسارات تهدف إلى تسوية مشكلات أقاليم السودان ومع الإطاحة بالمدنيين الذين كانوا يعانون خلافات داخلية جمد رئيس مجلس السيادة عبد فتح البرهان في أكتوبر 2021 جمد عددا من مواد الوثيقة الدستورية ليعيد الطرفان رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية عبر الاتفاق الإطاري الذي وقعوا العسكريون والمدنيون في ديسمبر 2022 المشاركة وحجم التمثيل كان أبرز نقاط الخلاف حول ذلك الاتفاق المبدئي بين القوى السياسية المدنية لكن الأخطر كان تفاقم الخلاف بين الجيش والدعم السريع قبل توقيع النسخة النهائية من الاتفاق والمعروفة باتفاق العملية السياسية في أبريل 2023 تطور الخلاف إلى صراع عسكري وحرب مرت الذكرى الأولى لاندلاعها قبل أسابيع من دون إشارات حول اقتراب انتهائها قوان سياسية السودانية طرحت رؤيتها لمرحلة الانتقال بعد الحرب من بين تنسيقي التقدم التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ومعه بعض قوى الحرية والتغيير كما وقعت قوى أخرى ميثاقا وطنيا في القاهرة في بداية الشهر الجاري بهدف تحويل التنافس السياسي إلى حوار لحل الأزمة السودانية أسانف أني قاش معك دكتور خالد التجاني النور أصوات في الحرية والتغيير تزعم أن الأجسام المدنية التي طالبت بتوسيع التفاقات لمرحلة انتقالية كمجموعة الميثاق أو الكتلة الديمقراطية هي مجرد واجهة للعسكريين ولا تمثل مصالح المدنيين بالسودان ما رأيك في مثل هذا الطرح؟ يجب أن ننشير المزل الأساسي جدا هذه ليست مرة أولى في تاريخ السودان التي تقوم فيها صورة شعبية تصغط ضمن عسكريا حصل من قبل في العام 64 ثم في 85 وكانت هناك فترات انتقالية جرت بسلاسة في وجود شراكة مع العسكريين كما حدث في عام 85 وبالتالي في زي العام 1 تم الانتقال الانتخابات ثم يتحول دوراتي ووجود حكومة مدنية هذه المرة حقيقة كان هناك تعقيد في عملية الانتقال بصورة عامة نتيجة لأن الوسيقى الدستورية نفسها حولت المسار عموما يعني التعريف ما حدث في أبريل 2019 بسقوط النظام السابق هل هي ثورة أطاحت بالنظام بكافة تشكلاته وتمسلاته أما أن هناك نوع من التحالف بين المؤسسة العسكرية التي كانت تحسب على النظام السابق هو التغيير ما حصل هو هذه الشراكة التي تم تطبيعها في الوسيقى الدستورية هذه الوسيقى الدستورية في تقديري يعني وضعت خطة الطريق معينة فلكن في تقديري أن حصل في تحليلي نوع من التواطو بين العسكرين أنفسهم وقوة الحرية والتغيير في عدم الوفاء بالتزامات هذه الوسيقى الدستورية التي تتحكم عن تأسيس مؤسسات أساسية للحكمة بينها مجل استشريعي ومجل المحكمة الدستورية والأجهزة القضائية وهذا يقول لها خلال عامين لم يتم التنفيذها وكذلك كانت هناك وتيحة لكثير جدا من العسكريين القيام بكثير جدا من المهام في العلاقات الخارجية في الاختصاص في درد عملية السلاب كأن القوى المدنية أو القوى الحرية تخلت عن الاتزامات التي كانت لها في معينة التغيير أو في الوسيقى الدستورية وبالتالي أعتقد هذا هو الوضع الملتبس الذي أدى إلى تعقيد المرحلة الانتقالية بالإضافة في تقدير إلى التدخل الخارجي في 64 و 85 لم يكن هناك تدخل خارجيا كانت قضية سودانية محضة تم الاتفاق على انتقال سلس تم ولكن هذه المرة حتى الوسيقى الدستورية نفسها أبرمت نتيجة للوساط الخارجية هذه الوساط الخارجية للأسف الشديد أسهمت في تعقيد هذه الأوضاع لذلك الآن الحديث الكثير عن من يوسل من أعتقد هذا لن يفيد المهم هو كيف يمكن الاعتبار والعظة من هذه التقربة بكل براراتها التي أدت إلى حرب بدلا تؤدي إلى تحول دموراته والانتقال أدت إلى حرب وبالتالي عندما نحاول إعادة إنتاج نفس النمط الذي أدى إلى هذا لن نستطيع الخروج من هذا المأزغ لذلك يجب أن ينتهي عملية الإخصاء المتبادل ونظر بصورة أغلانية إلى كيف يمكن الاستعادة بسار الانتقال شكرا لك تضحت الفكرة هذا يسأل أستاذ عمار حمود اتهامات لمجموعة المجلس المركزي في الحرية والتغيير بالإقصاء واحتكار تنثيل منذ الوثيقة الدستورية في الحقيقة وحتى تنسيقي التقدم ما مدى صحة هذه المزاعم بتقديرك دائما ضمن نفس هذا السياق التقييمي هناك مسألة يمكن دائما ما تطرق وتطلق وكأنها مسلمة من المسلمات قوى الحرية والتغيير حينما كانت في الحكم مهما كان حكمنا على أدائها في صوابها وفي أخطائها إلا أنها لم تسقط بحبة شعبية أو باحتياجات أو بصخص شعبي إنما تم الانقلاب عليها عسكريا ولذلك تصوير أن هناك تواطل الوصول إلى مثل هذه الأمور أنا أعتقد فيه مجافأة لصيررة الأمور لم تكن هكذا الحرية والتغيير أصرت على أن تطبق بنود الوثيقة الدستورية وحينما جاء الوقت الذي يمكن فيه أن تكون هناك مدنية كاملة تم الانقلاب على هذه الوثيقة أو على بعض بنودها هذا للشيء مسألة المقارنة ما بين قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى هي أصلا قوى مصطنعة أي أنها تميل إلى أحد جهتين الصراع داخل المعسكر العسكري بطرفيه هذه هي قضية خلاف الحرية والتغيير مع سياسيين قبل الانقلاب الذين كانوا ينادون بالانقلاب كانوا ينحازون إلى حلول عسكرية ولذلك نادوا بالانقلاب والآن بعد أن قام هذا الانقلاب هم الآن انقسموا على الجهتين ولذلك ليس هناك مجال للمقارنة نعم أستاذ عمار لدينا فاصل آخر استسمحك عذرة لابد أن توقف هناك سعود إليكم بعد قريب شهدين العزاء بعد هذا الفاصل سنناقش مع ضيفينا الحلول الخارجية لأزمة السودان ودورها في التأجيج أو ما حل الأزمة السودانية أهلا بكم إلى الجزء الأخير من معا وضد ونقرأ في تقرير من موقع الديبندنت عربية بعنوان هل تفرض التصدعات الداخلية حلولا خارجية لأزمة السودان للصحفي جمال عبدالقادر البدوي من متن التقرير نقرأ عليكم بينما تشتد قساوة ظروف التي يكابدها السودانيون جراء استمرار الحرب وتمددها ما زال الانقسام والتشردم والصراعات تهيمن على الساحة السودانية الداخلية بلا أفق قريب للتوافق ويتساءل البدوي في تقريره هل بلغت تشضي الداخلي درجة استحالة توافق الفرقاء السودانيين بما يضع الحل في أياد خارجية لتفرض حلولا خارجية لحرب السودان ينقل التقرير تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريليو في نيروبي تأكيده أن بلاده ستواصل استخدام سلاح العقوبات للمساهمة في وقف القتال والحل في السودان وأنها لن تقتصر على المؤسسات بل ستطال الأفراد وستؤثر عليهم في مختلف الدول ويضيف المبعوث الأمريكي أن وجود أنصار النظام المعزول في المشهد الحالي يمثل مشكلة كبيرة لنا والسودانيين إننا نعلم أن هناك مقاتلين منهم داخل الجيش وهناك من جاءوا من خارج البلاد وانضموا للحرب على حد قوله سيد حمودة أساني في النقاش معك كيف ترى ما ترحى البدوي في هذا التقرير وهل وصلت الخلافات بين القوى السياسية إلى استحالة التوافق وضرورة التدخل الخارجي طيب بداية خلينا نتفق أنه نحن إذا ما تحلت الإشكالية العسكرية ما حنقدر نمشي الإشكالية السياسية نعم جزر الخلاف هو خلاف سياسي ولكن إن لم تسكت أصوات البنادق أو نصل إلى مرحلة تخفي إطلاق النار فأي كلام عن حلول سياسية بيكون هو فقط ربما تكسير للزمن اللي بنحتاجه حالما تسكت البنادق وصولا إلى اتفاق شامل هذه واحدة نتفق أيضا على أن الخارج في حالة السودان مؤثر ولكن الأكثر تأثيرا هو ما يجري على ميدان الصراع داخل السودان بمعنى أن الذين يتقاتلون الآن شئنا أبينا وكان ذلك سيئا هم يتحكمون في مصير السودان الحالي وخيارات أن يذهبوا إلى التفاوض أو لا يذهبوا وحتى الآن هم لم يذهبوا على الأقل نحن نعلم أنه الاثنين ما وصلوا لنفس النتيجة أنهم لا بد أن يذهبوا إلى أسرع الجانب السياسي الاختلاف فيها أصلا ما مشكلة يعني بمعنى أنه حتى لو كانت في إشكاليات في اختلاف وجهات النظر في الجانب السياسي هذه لن تكون عقبة كبيرة إنما العقبة الأساسية هي الوصول إلى أن هذا الصراع صراع عبثي وخسائر استراتيجية للسودان كبلد وكشعب وكموارد وبالتالي تقصير أمد هذه المعاناة هو الأفضل الآن الموت ليس بطريقة مباشرة فقط في القتال الموت بنقص الغذاء الموت بعدم وجود الأدوية الموت بحالات يمكن أن يتم إسعافها في الحالة العادية لا تحدث عن أدوية منقذة للحياة تحدث عن أدوية عادية جدا يمكن أن تتوفر بأفسط الأمور ولكن لظروف الحرب الآن يموت الناس بأسباب مثل هذه الأسباب البسيطة وعليه وقف الحرب دخول المساعدات الإنسانية مقدرة الناس على أن يسترجعوا شيء من عملهم اقتصادهم قوة يومهم مثل هذه الأمور هي الآن أولوية حتى ولو لم تتوقف أصوات الرصاص وعليه يجب ترتيب الأولويات بحيث أن نضع الحوج الإنسانية إدخال المواد الغذائية وكذلك الأدوية طبعا هذا بعد وقف إطلاق النار لا شيء يجري تحت إطلاق النار من هذه الأمور ومن ثم الاستعداد إلى ما هو أكبر من ذلك من مناغشة جذور أو أسباب سياسية كيف اندلعت الحرب ومآلاتها وكيف تكون نرى أنه يجب أن نبدأ بالأولويات دكتور النور تطرقت تصريحات المبعوثة الأمريكي بوضوح لدور الحركة الإسلامية المحسوبة على نظام البشير في الحرب هل هم فعلا يحاولون إطالة أمد الحرب وتأجيجها كما يتهمهم البعض هو السؤال هل الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة فعلة مع الإسلاميين الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها ثلاث وصيغة جدا مع النظام السابق انخرطت معه في الحرب ضد الإرهاب منذ العام 2000 أيضا انخرطت معها في اتفاقية السلام في نيفاشة في جنوب السودان أيضا في قدرة الحرب في دارهور وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية آخر بدأت حدث عن أن لديها نوع من التحفظات على الإسلاميين هي كانت منخرطة بالكامل في تفاهم رغم أنها كانت تفرض عقوبات لكنها عقوبات غير فعالة ولا تكون هي سبب في ظهرات النظام وبالتالي هذه محاولة فقط من الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن أعزار في تقديري واحد من أسباب إطارة هذه الحرب هو هذا الموقف الأمريكي الرمادي من اتفاقية جدة لأن ممبر جدة حقيقة أنا أتفق مع ما زهب عليه الأستاذ عمار فيما يتعلق بترتيب الأولويات أنه يجب حقيقة أن تسكت البنادق ولكن تسكت البلد الخازة لا يأتي اعتباطا أهمية ممبر جدة وما تم الاتفاق عليه في 11 مايو الماضي كان هو مطبط حقيقة بحماية المدنيين وبالمساعدات الإنسانية وهذا كان وفق استحقاقات الغوني الإنساني الدولي هذه الأقضايا ليست غابلة للتفاوض أصلا وبالتالي في تقديري أن لم يكن هناك مساعدة أمريكية حقيقية لتنفيذ اتفاق جدة وبالتالي هي غابدة على المشهد لعام كامل وما الآن يأتي للمبعوث الأمريكي ليتحدث مثل هذه الجضايا أعتقد أنها هي قضايا صرافية لا تعاج جزور هذه الجضايا وبالتالي أيضا نجب أن نعلم أن هذه الحرب هي ليست فقط بأدوات محلية هناك أيضا أطراف خارجية جزء من هذه المعركة والتالي أطراف عندها انتدادات إغليمية وغيرها فالموضوع حقيقة يجب أن نعالج حقيقة أسباب أو وقف اطلاق النار وفق الأغانون الإنساني الدولي ويجب أن تم الاتفاق عليه فيه جدة وهذا أيضا يجب أن لا يكون هناك خلط بين المسار إنهاء النزاع المسلح وبين المسار المستقبل السياسي لأن المستقبل السياسي للسدائي يجب أن تكون قضية مدنية سياسية بالكامل وأن الشعب السوداني هو صاحب الكلب فيها لأن أي محاولة للخلط بين المسار السياسي والمسار العسكري سيؤدي إلى بكافأة حمرة السلاح وبالتالي هذا سيؤدي إلى عادة إنتاج الحرب في السودان هذه النقطة أستاذ عمار قبل أن نختم هل ما زلت ترى وثيقة جدة مرجعية ممكنة بإيجاز شديد جدة ممكن أن تكون هي الأقرب إلى حل المشكلة السوداني لأنها قطعة شوطان ولأنها تتمتع بقبول من الطرفين بعض الشيء إنما مسألة أن يقاتل أو وجود مقاتلين في صفوف هذه الحرب إلى أحد الطرفين والغريبة أنهم هنا وهنا هذه مسألة يمكن أن تكون مؤرقة ومزعجة للذين أنجزوا ثورة ديسمبر ثورة ديسمبر لها استحقاقات ولها وضع جديد هناك من يريد أن يرجع الأمر إلى ما قبل ثورة ديسمبر وبالتالي يتعامل مع هؤلاء أفراد النظام المباد وكأنما نظامهم ما يزال موجود وكأن هذه الثورة لم تكن الحقيقة الكبرى سواء قبلتها حتى الولايات المتحدة أو لم تقبلها لكنها تعاملت مع نتائيها بأن هناك ثورة شعبية أزاحت هؤلاء الإسلاميين أو المؤتمر الوطني من السلطة وبالتالي العودة إلى ما قبل الثورة هذه مسألة سياسية مكلفة ولذلك من الأفضل أن يتم الذهاب فيما كان هو خيار السودانيين لا بد أن نتوقف هنا في وقت البردامج أستاذ عمار عودة الإسلاميين عبارة عن مكافأة لهم عذرا للمقاطعة لابد في الختام أن أشكر ضيفين من لندن القيادي في التجمع الاتحادي أستاذ عمار حمود شكرا لك أشكر أيضا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي دكتور خالد أتيجاني أنور كل الشكر يجب أن أتوجه به لكم مشاهدين العزاء في أمان الله شكرا للمشاهدة